من يومين رحنا معرض انفستر العقاري أهل اليمن أهل السودان فكرة المعرض طبعا كانت مختلفة عن كل المعارض العقارية لقبل كده لأنه بيقدم منتج عقاري مميز للجالية اليمنية والسودانية في مصر والشركات العقارية قدمت عروض مميزة ومختلفة لأهلين من السودان واليمن المقيمين في مصر المعرض كان برعاية رسمية من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والهيئة العامة للاستثمار وشركة العاصمة الإدارية وكمان غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات هسيبكو دلوقتي نروح للتقرير الخاص عن المعرض ولقاءات مع بعض الشركات اللي شركت في المعرض وتفاصيل مشروعتها وعرضها قناتها كانت هناك وهنشوف دلوقتي التقرير اللي سجلناه مع جميع المطورين اللي كانوا موجودين هسيبكو دلوقتي مع التقرير وهقولكو إلى اللقاء أشوفكو إن شاء الله الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من آخر اليوم مساء الخير أعزائي المشاهدين نحن النهاردة في جولة في المعرض العقاري المستر أهل اليمن أهل السودان طبعا دي فكرة جميلة جدا ودي النسخة الثالثة للمعرض طبعا للسنة الثالثة على التوعي المعرض طبعا برعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والحيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وشركة العصمة الإدارية للتنمية العمرانية وظلفة التطور العقاج دي فكرة مميزة جدا طبعا أهل اليمن وأهل السودان أهلا بيهم طبعا في مصر وطبعا بسبب الظروف اللي حصلت عندهم تقريبا تعتبر دي فكرة رائعة جدا مهياجات وقت مميز جدا للإستثمار في مصر خلينا دلوقتي نروح ونعمل مقابلات مع أكثر من مطورة فارع فلنعرف تفصيل أفضل عن المعرض وعن الشركات اللي مشاركة في المعرض دلوقتي معانا أستاذ محمد بحسيني الرئيس التنفيذي لشركة إستمار منورنا شكرا أنت لمنورنا في المعرض عايزة نتكلم أول حاجة الفكرة جت منين المعرض؟ معرض انبستر أهل اليمن أهل السودان منين جت الفكرة دي؟ الفكرة جت بسبب أهل سوريا لأن إحنا لما أهل سوريا شرفونا في مصر من الثورة وبدعوا يندمجوا مع النتيجة المصري ومشتروا عكارات ويستثمروا فحصل اندماج بيننا وبيننا فلما أهل اليمن بدعوا يتواجدوا بعد الحرب اللي قامت في اليمن بدعنا نشعر طب ليه ما نصطبقش الأحداث ونعمل معرض يخص الجالية اليمنية طيب أخبار المعرض إيه لنهار ده أول يوم؟ الحمد لله الفكرة بدأنا نشوف بقى إخواتنا اليمنين والسيدانين في المعرض بدأوا يلتقوا بالشركات بدأت شركات تشعر بأن هذا واقع والناس بدأت يمكن تنطمن أكتر بوجود كمان البيعات الحكومية رئاسة الوزراء وزارة الإسكان وحية الاستثمار شركة العاصمة الإجارية كل دي مدية للمستثمر أجنبي نوع من أنواع الأمان تجاه المعرض بكل المشروعات بكل المثورين المشاركين فيها دلوقتي منورنا دكتور حميد الرجوي رئيس دارة شركة نيو إيفنت اليمنية المصرية صح؟ أهلا بني منورنا يا أهلا السلام في البداية عايزنا تحكي لنا شوية عن مشاركتك في المعرض النهار ده المعرض نشتر باستمرارنا هذه ثالث مرة أشارك فيها في ثالث مرة؟ شاركنا فيها في مصر وشاركنا فيها خارج مصر كنا في الرياض مع بعض ودائما نعم معهم شغل جميل طيب دكتور حميد عايزة أعرف أكثر عن مشاريع الشركة شركة نيو إيفنت لدينا ثلاثة مشاريع في العاصمة الإدارية الجيدة لدينا إتش مول و تريف مول في جلب الداون تاون في أحسن منطقة داون تاون شغالين فيها إنشاءات مشروعين تنين ساكني؟ لا مشروعين تجاري وإداري في الداون تاون وشغالين فيها إنشاءات واليوم بنعلن عن المشروع الثالث في العاصمة الإدارية مشروع ساكني على مساحة 25 فدان معانا دلوقتي الأستاذ حسام أبو المجد رئيس التطاع التجاري لشركة ماروتا العقرية شرفنا ومنورنا عايزة أعرف أكتر تحكينا أول حاجة عن الشركة بتاعتكم شركة مطورة بعملها بسطوع عبالي ثلاث سنوات بدأنا بأول قطعة أرض كانت تجمع وكانت في منطقة الهنوك وده مول اللي هو إتش وان ودي من أشهر الملات الموجودة في منطقة الهنوك عندنا اتجاه للشركة كلها للقطاع التجاري رابل الأونر بتاع الشركة بيتقبل القطاع التجاري بحاجة تكلية الكميرش على عامتها فأخذنا قطعة مميزة جدا في العاصمة الإجارية ومنها المستعبل طبعا احنا عارتكم كلنا ودلوقتي منورنا الأستاذ أشرف ساكوري سي سي او لشركة تي ال دي منورنا أهلا بحاجة عايزة أعرف أكتر عن مشاركتكو في المعرض المعرض النهاردة كأول يوم وعايزة أعرف وجود الأفعال البردئين الحمد لله احنا طبعا المشاركة في المعرض الانفستوري مش قوي مشاركة دينا احنا دي ثالث مرة نشارك مع ثالث سنة دي دينا لكن احنا طبعا المعرض السنة دي معمول لأهل اليمن والسودان مع الجلات اللي هي هنقول رجلات العربية الجير مصرية ولكن الحمد لله يعني اللي كأول يوم هو طيب عايزة أتكلم أكتر عن تي ال دي عايزة أعرف المشاريع الموجودة للوقتي وبعدها عايزة أعرف الخطط مع الشركة أول حاجة شركة ال دي دي هي شركة قائمة من 2019 ولكن هي بتاستمد خبراتها من 30 سنة من شركة الطيبية الخبرة بتاعت الشركة تستمد في الجاية من السياحة وبتادينا المسترحمة الطيبية أول ما ابتدت شركة ال دي دي تفكر في مشروع حاجة قومية علشان تبقى مشروع قومي اللي هو كان لعاصمة العدرات ودلوقتي مشرفنا أستاذ تعيذ الجبالي رئيس خطاع التجاري لشركة نخيل نطوير الأقاعد تنورنا أهلا بك يا خمي دلوقتي إحنا النهار ده أول يوم في معرض انبستر عايزة أعرف ردود الأفعال إيه كجالية سودانية وكجالية يمني بصي حقيقة هو طبعا الفكرة المعرض هي فكرة جديدة وطبعا شركة إسمار من مناظمين المعرض عملوا فكرة جديدة دي تخلت إن فيه الجاليات يتدوا يتحرقوا ويتدوا يشتغلوا على حياتك الإسمار العقاري في مصر إيه المميز في مشاريع الشركة عشان يرغب ستات أفضل؟ إحنا الميزة عندنا ده إحنا بنسلم شواء فندقية أيو إحنا الاستلام إمتى؟ إحنا الاستلام بتاعنا في الخالي 3 سنة كم خدان؟ لا إحنا المساحة الأرض كلها حوالي 9000 متر والبرج بتكون من أرضي و23 دولة دلوقتي منوارنا أستاذ رجاء بعوف قال عضو المنتدر بشركة أرافل للتبطوير العقاري منوارنا؟ أهلا بك يا بنوارك دلوقتي عايزة أول حاجة تحكيلنا عن مشاركتكو في معرض إنبستر الحمد لله إحنا مشاركين النهاردة في معرض إنبستر وهو معرض قوي والحقيقة يعني القايمين عليه ناس مقتهدين وبيشمل شريحة كبيرة من مستثمرين وكمان حاجة جديدة النهاردة هو مشارك الجالية السودانية واليمانية فده حاجة كويسة وكلاينت جديد على السوق عندنا وشريحة موجودة ببسطنا كثير فإن شاء الله نستهدف قدر بالإمكان من الشريحة دي ويكون شركة جيدة إن شاء الله عايزة أعرف أكتر عن شركة أرابكو؟ إحنا شركة أرابكو للتطوير العقاري إحنا أصلا شركة مقاولات بدبي عمرها 30 سنة من سنة 1993 في دبي مقاولات عامة رخصتنا unlimited في دبي وبدأنا هنا من 2016 بتطوير العقاري دائما حضراتكم شفتوا نمازج مشرفة ومبهجة صراحة يعني كل اللي قدر أقوله عماريا مصر عماريا مصر ألف مرة إن شاء الله كل جديد بيحصل في السوق العقاري أول في أول هيكون معنا في آخر اليوم تابعونا إلى اللقاء